أفضل وأحلى تتبيل العمل الفراخ المشوية بجد الطريقة دي راو على العمل الفراخ المشوية في الكبة هنزل ببصلة واحدة وقطحها الحتات بعد كده هنزل عليها باتنين طماطم الطماطم هنا حجمه صغار زي ما انتوا شايفين طمط مية واحدة حجم كبير أقطحها الحتات بجد جاربوا التتبيل دي العمل الفراخ المشوية هتعجبكم خالص التتبيل دي كده من الآخر والأفضل وانت بتعملوها وحقوها بكبة عشان ما تتفرمشي ناعم هنزل عليها بقرن فلفل ممكن فلفل أخضر أو فلفل ناعم حسب ما انتوا عايزين هنزل عليها بشوي تيتوم بعد كده هنزل عليها بعلبتين زبادي الزبادي دي حجم صغير أو لو كانت حجم كبير بعلبت زبادي واحدة الزبادي هنا هي الأساس عشان يتناحم اللحم بتاعها وبعدك ما تيجي السواة تبا ناعم وحلوة مستوية هنزل عليها بقرن التوابل ملحة كبيرة توابل الفراخ مشوية كمون في الفلسود ملح يبقى ملحة كبيرة خلطة التوابل المشوية بيجيبها عند اي عقدار في الفلسود وكمون وملح بس كده ما تكتليش التوابل عن كده عشان ما تباش الفراخ المشوية عبارة على شوية التوابل هي الحاجات دي عشان يتطلع معاك طعم الفراخ حلو يعني تظهر طعم الفراخ هنزل الوقت بيهم على الخلطة كلها بعد كده هنزل عليها بلمونة اللمونة هنا هتدوا بالأنسجة بتاعت الفراخ هصورها كويس خالص ولو كان عندك دبس رمان برضو لو حقيت ملاقة صغيرة هتغير اللي اضعه محلو جوي دلوقتي هنزل عليها شوية صغيرين خالص زيت نحوالي عبار ملاقتين كبار هزبط الملح بتاعها بعد كده هخدها كده كلها وفرومها لحد ما تبوي معايا ناعمة بس ما تناعمهاش جوي همسك الخلطة هنزل بيها على الفراخ وضعكها كويس خالص بالخلطة يفضل لان الفرخة تكون حجم صغير كل ما تكون حجم صغير كل ما تستوي معاك بسرعة وبطعمها حلو تبوي الأنسجة بتاعتها جوسي وبعد كده هحطها في التلاجة الليلة كاملة انا هنا عملت معاكم الخلطة بكرة هنزلكم طريقة الشاوي